طالما مش عارفين تدوروها خرجوا صفوان سابت يدورها قفزة كبيرة في أسعار الألبان وعصير جهينة بعد الاستلاع على الشركة واعتقال صاحبها صفوان سابت وابنه وقتل زوجته قهرا عليه خلينا نشوف الأخبار كده بدءا من ديسمبر المقبل ارتفاع جديد في أسعار زبدو ورايب جهينة ارتفاع أسعار ألبان جهينة 3 جنيه الليتر الواحد وحليب ميكس زادة جنيه اللي بعده ارتفاع عصير جهينة كل النكهات بداية من 26 نوفمبر اللي بعده آخر واحدة فيش حاجة جهينة تانية ده مش بس جهينة على فكرة ده فيه جيبنا مصرين المصرين بيحبوها كده مش عايز ما جيبنا ايه بالزتون شفت انها غالية جدا لازالت سربيا متعدلة مع البرازيل يا سنة سوخي ده ده احنا هنشوف دورة نار طيب نشرت فيديو بقى جرافع عن الأسعار الجديدة اهي الأسعار الجديدة الألبان جهينة بعد الزيادة 6 جنيه عبوة عصير عبوة عصير 235 جرام 6 جنيه زيادة يعني 200 جرام حليب منزوع الدسم 6 جنيه 100 جرام حليب كامل الدسم اللتر الكامل بقى بـ 26 جنيه اللتر نصف دسم 26 جنيه ونصف طيب ما هو هو اللتر حليب خالي الدسم 26 ونصف طيب ما هي هي يعني يعني طيب ما هو ليه هما عايزة تعمل أي حاجة يعني عايزة تزيد في البتاعه خلاص يعني كل أنواع اللبن زيادة 26 جنيه بقى بـ 26 جنيه ونصف كامل ونصف وخالي 31 جنيه عبوة عصير بيور لتر 11 جنيه نصف كيلو حليب بخيره السيسي حابس صفوان أو صاحب جهينة صفوان ثابت وابنه بقاله كام سنة اللي وجودهم كان بيثبت أو بيدي ثبات الأسعار وكانوا مشغالين شركة على أحسن ما يكون طيب مش الأحسن برضو مش عايز في ديرها أنا بصوت الأستاذة لميس الحديدي مش قادر على الشيلة ما تشيلش بكلم على الدولة ما أقدرش أنا ما أقدرش أتكلم على الدولة بكلم على مش قادر يا سيسي على شيلة جهينة ما تشيلش خرج صفوان وابنه صيف اللي بقالهم تقريبا سنتين في السجن خرجهم خرجهم يدروها بقالهم سنتين في السجن بغير جريمة خرجهم يمكن حال الشركة ينصلح طالما أنت مش قادر على الشيلة لكن مش بس جهينة اللي أسعار منتجاتها زادت لا دا فيه زيادة في شركات كتيرة ومنتجات كتيرة اليومين اللي فاتوا دول من ثلاثة إلى واحد وعشرين جنيه ارتفاع كبير في أسعار جبنة بريزدان وتعمى وتعمى البس يا معلم زيادة جيدة في أسعار البان نيدو المجفافة أهلا بيك القاهرة خمستاشر في المية زيادة في أسعار شويبس اعتبارا من السبت المقبل في حاجة تانية خمسمائة جنيه زيادة جديدة في سعر الزيوت يعني في الطن يعني والطن يبدأ من مناه واحدة من ألف جنيه تجاوزت تمنتاشر جنيه استنى بقى عند الرز يا علي استنى نسجل قبل ما نروح للدهب نروح للدهب الأبيض بقى الرز في خبر النهاردة قالك يوم الثلاثة الجاي انزل هاتو الرز بأي حتة من أي طريقة مشا في خبر كده عندنا بالله يخليك هاتو ندائف زوري يوم الثلاثة الجاي انزل هاتو الرز من أي حتة وهتلاقي مرترة ايه اللي حصل خلصنا المشكلة بين المضارب والحاجات اهو شعبة الأرض توزف بشرة للمواطنين انزل يوم الثلاثة اشتري الكميات اللي انت عايزها ايو خير يعني ده الكلام ده كان مبالس اطلع كده بقى خير حلتوها ازاي طيب ما كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الرز تفاصيل انتهاء الآزمة وإيطاحته بأي كميات يحتاجونها بداية من الأسبوع المقبل وجه شحاتة مع أحمد موسى ما لقيتش غير أحمد موسى يعني ما لقيتش غير رأس الأرض خليها رأس الأرض رسائق قائلة لكل محب الرز في مصر أقصى تقدير يوم الاثنين أو الثلاث الساعة تسعة الصبح انزل هات الرز اللي انت عايزه ناشي وخد الرز اللي انت عايزه والعجوات اللي انت عايزه بأوزان لحد 16 كيلو وذلك بعدما تم فض الاشتباك بين المضارب والتوريد بين ايه ماشي ماشي عليه ازا بعده عليه انا بس عشان في حاجة واقفة في زورية يعني كانت المشكلة بين المضارب والتوريد ألا امبارح قلته السناتر الدروس الخصية مش امبارح قلته بتقع الدروس الخصية السناتر هم السبب في لزمة الرز وقلته قبلها الرز المفالفل هو السبب النهاردة قلته يوم التلات الجاي انزلوا هات الرز اللي انت عايزينه بأي سعر بأي كمية أصلحنا حلنا المشكلة ونبق علي الجبل الخبر بتاع السناتر ده ده كان فيديو عشان تعرف ان احنا ده مبارح كنا عارضين ده فيديو فيديو مبارح طالع واحد مسؤول صرح مصدر مسؤول قال ان السر في قزمة الرز بتوع السناتر ومبارح انا قلتلكم المنولوج بتاع اسماعيل ياسين جانم شانم راكب نايم سالم جامع مذكر سالم اما بهايم حذرة طلاري حذرة طلاري انت انت ولا انت جدال مبارح مبارح طلعت على الهوى انتو وقلت في بيرنامج مع الستاذة مسؤول تخين قلتو انه السبب السناتر النهاردة قلتو لقيت حلت وطلعت السناتر ملاش داخل من الموضوع اشتركوا في القناة